حتى الآن لم يتم طبعا اكتشاف مصدر العدوى وإذا كان هناك مصدر عدوى كالماء فهذه هناك صعوبة طبعا باكتشاف البكتية في الماء لأنه لا تكفي عينة ماء من كوب من الماء أو يعني 100 ميلي لتر من الماء فعلينا نجمع 10 لتر من الماء ويتم للماء فلترة ويأخذ الفلتر ويزرع لإكتشاف الشيلة الآن بالنسبة حسب ما سمعت من الأعراض المرضية للمرضاء اللي أدخلوا للمستشفيات كان هناك تقيق وكان هناك طبعا حرارة وإسهال والإسهال كان من نوعين إسهال مائي وإسهال دموي بالنسبة طبعا لكافة الدراسات التي تتعلق بموضوع الشيقيلة معروف إنها بتسبب عادة حرارة بتسبب وجع في الباطن عادة وبالإضافة لذلك إسهال مائي لدموي الآن قضية التقيق هذا شيء غريب لأنه عادة ما بتحدث التقيق إلا بنسبة قليلة جدا وثانيا كما نقلت الأخبار أنه جميع المصابين من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما وهذا كمان شيء غريب لأنه الشيقيلة الحقيقة بتصيب طبعا الأطفال أكثر من الباقيين لكن كل إنسان بجميع العامار معرضين للإصابة بالشيقيلة ولهذا أقترح أنا يعني على المسؤولين في وزارة الصحة إذا أمكن أن ينظروا إلى وجود نوع آخر من الباكتيريا المسببة لهذه الحالات فهناك الأنواع بالأليلة تلت أنواع من الباكتيريا التي يمكن أن تسبب نفس الحالات المشابهة لشيقيلة ومنها باكتيريا تسمى إيرومونس وتعادة بتكون في الماء وهذه كمان يمكن عزلها من الماء بشرط أنه تأخذ كمية كبيرة من الماء وتعمل لها الفلترة والباكتيريا الثانية أنواع من باكتيريا الكولون المعدية فيه هناك باكتيريا الكولون العادية وفيه هناك المعدية وهذه بالحقيقة ممكن تسبب نفس الصورة المرضية مثل الشيقيلة وهذا النوع من الباكتيريا حتى في المختبرات يمكن يعني يعتبروه كالشيقيلة لكن يحتاج الحقيقة ليس فقط إلى الفحوصات الكيميائية وإنما للفحوصات المتقدمة اللي بنسميها المصلية أنتسيرة ترجمة نانسي قنقر